على طريق الخير الكويتي تواصل جمعية العون المباشر تقديم المساعدات الإنسانية على الأسر المحتاجة في تونس وذلك في إطار حملة إغاثية أطلقتها الجمعية تستهدف الأسر المتعففة في عدد من المحافظات التونسية نعم وتم توزيع نحو ألفين مساعدة على الأسر المحتاجة في محافظة بانزارت شمال تونس لعانة هذه الأسر على مواجهة موجة البرد القارس والظروف المعيشية الصعبة استقبل محافظ بنزارت محمد جويدر سفير دولة الكويت لدى تونس على الظفيري بمقر المحافظة وبحضور مدير مكتب تونس لجمعية العون المباشر الكويتية سعد المدلل وتناولت جلسة العمل لتنسيق مساعدات حملة الإغاثة المخصصة لعدد من مدن المحافظة وبمقر مركز مساعدة الأشخاص المعوقين ذهنيا بمدينة بنزارت تم توزيع جزء من المساعدات على مستحقيها من العائلات المحتاجة البالغة 1900 طردا غذائيا وغطاء صوفيا نود أن نقدم الشكر الجزيل لجمعية العون المباشر ومكتبها في تونس على هذه المبادرة وهذه المناسبة التي مثلما تفضلت جاءت في إطار وفي سياق احتفال دولة الكويت بعيادة الوطنية وعيادة التحرير والحقيقة أن هذه المبادرة رسمت على وجوه المحتاجين في تونس البسمة وشعرنا أنهم فعلا شاركونا في الاحتفالات الوطنية لدولة الكويت وإن شاء الله يعني تستمر مثل هذا البرنامج والبرامج ونرى المزيد من التلاحم الشعب الكويت التونسي إن شاء الله يعني في المستقبل كل الشكر بالمناسبة لأهل الكويت الاحتفالات بالأعياد الوطنية اللي يتزامن مع هذه الزيارة بلغوم شكر كل التونسيين وخاصة المدينة بنزرق أرض الجلاء وقد اعتمدت جمعية العون المباشر مقاييسة شفافة وواضحة في إسناد المساعدات للأشخاص الأكثر احتياجا لمواجهة ظروفهم الصعبة هذه المساعدات يعني هي تتمثل أولا في طارد غذائي متكون من 15 كيلو كوسكسي و10 فارينة و10 سكر و5 لتر من الزيت وغطاء كما تم تخصيص 200 مساعدة لفائدة عدد من تلاميذ محافظة بنزرق نحب نشكر المانحين ونشكر كل مساهمين وخاصة جمعية العون المباشر في إطار دولة الكويت وبإشراف سفارة الكويت يعني بتونس المنتفعون بالمساعدات الكويتية عبروا عن سعادتهم بها خاصة وأنها تتضمن مواد غذائية أساسية نشكر الدولة الكويت ويرحم والديهم أن نتقل وبرك الله فيها ويخليهم ما عندهم في الدنيا نشكر الدولة الكويتية ونشكرهم برسا عاونونا وعاونوا زواونا ويرحم والديهم يعطيهم الصحة يكثر خيرهم اللي يعني عاونوا في الزواولة ويعطيهم المحتاجين برسا الناس محتاجة وقد تم توجيه جزء من هذه المساعدات إلى مدن سجنان وغزالة وجومين الواقعة شرق المحافظة لتوزيعها على مئات العائلات تركت المساعدات الإنسانية الكويتية أطيب الأثر لدى هؤلاء المنتفعين بها والذين أكبروا في دولة الكويت هذا الجهد الخير السخي والمتواصل ناجح المساوي تلفزيون دولة الكويت بن زرط